بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله هلا بالحلوين يلا بنا النهار ده انا اعمل عيش التميس او الخبز الافغاني مشهور جدا في السعودية بطرقة سهلة وبسيطة ولزيزة شايفين بقى الجمال حاجة كده يا باشا والطعم متحفة جدا هعملوا معاك وكده سادة واعمل معاك واحدة محشية جبنة كنت اول مرة تشوفيني اشترك في القناة وعمل لك الفيديو عشان القناة تجبر بيكو حلوين يلا على طول نبتل في طرقة التحضير هنزل عليهم كده بكوب من اللبن الرايب او بكوب كبير كده او علب الزباد منك كبيرة هنزل بقى باكت خميرة معلقة اغيرة من السكر نص معلقة من الملح معلقتين من السمنة تقدر استبدلهم بزبدة تقدر تستبدلهم نص زبدة ونص سمنة وتقدر عادي جدا تستبدلهم بزيت وبعد كده بقى ميا ده فيها للعجن على حسب مال العجن بتاعك ماخد ميا انا عايزة العجن بتاعك يكون مطاطي شبه اللبن كده زي ما انت شايفة بالطرقة دي يكون لين كده وبيتمط معاك وبتاجني كويس جدا عشان يديك المطة اللي انت شايفها دي شايفة المطة دي تمام او هسيبها بقى تخمر معايا طبعا على قد ما الخمير بتاعك يعني او العجن بتاعك يختمرها على حسب تدود الخميرة موجودة فيه او العجنة بتاعتك موجودة فيه تمام كده انا عايزة يختمر كويس جدا انا بقى بعد ما اختمر معايا هطلعوا كده من العجن او البلاء اللي كان فيها وفي نفس الوقت انا مش عايزة افرق الهواء اللي فيه خالص هقطعوا كده لتلاتة زي ما انت شايفة بالطرقة دي شايفة كده ايه العجنة بتاعتي خميرت كويس جدا شايفة الفقعات بتاعتها دي دي دليل اللي العجنة بتاعتك معجونة كويس جدا وناكحة معك 100% بعد كده بقى انا هقسمهم كده لتلاتة زي ما انت شايفة بالطرقة دي وهفتحهم كده او بتبتل ان انا افردها كده بايدي مش هستخدمي من الشابة خالص وبعد كده استخدمت بقى كوب من الجبنة دي اللي هي اللي انا هحشيها جبنة استخدمت كده الرومي وشيدر طبعا تقدر تستخدم اي نوع جبنة انت حباه وفي نفس الوقت لو انت مش حبه اصلا انت تعملها بجبنة عادي جدا تمام اوه هو اصلا كده الواحد دو امر في نفسه ويتكل كده من غير اي حاجة بس انا حبيت اعمل واحدة محشية جبنة في عملتها الصاني بتاعتي بقى تكون مدهونة كده فرشة من الزيت او بخة من الزيت وبعد كده هسيب العجينة بتاعتي اللي فيها الجبنة ترتاح شوية عشان اقدر افردها بكل سهولة والعجين بتاعي بقى هفرده كده زي ما انت شايفة بالطرقة دي عشان اللين هيتفرد معي بكل سهولة انا عايز اعمله كده عشان انا مش عايزي يقب خالص في الفرن انا غازه كده بصوابع كده زي ما انت شايفها بالطرقة دي عشان في نفس الوقت انا مش عايزة الهواء بتاعي العجينة يطلع منها وفي نفس الوقت برضو لو الموضوع يبقى متعب عليك تقدري اللي انت تفرديها بالنشابة وتنغزيها بالشوقة وفي نفس الوقت تسيبها لها تختمر تاني او ترتاح معاك خمس دقيق قبل ما تدخل الفرن هادي هنها بقى الوش بتاعها كده فرشة من اللبن ومعي بقى حبة البركة ومعي سمسم زي ما انت شايفة بالطرقة دي سهلة وبسيطة وسريعة وعايز اقول لك كمان لو انت حابة اللي انت تعمليه ايه رايقة كده زي البسكوت في برضو نوع اسم البسكوت نفس العجينة هي هيها بس الفرق اللي تكون العيش تخين شوية وتكون البسكوت بتاعنا الفيع شوية تمام كده تدخل بقى معايا الفرن على درجة حرارة اعلى حاجة خلطها الفرن بتاع البدوجاس كده من تحت مرضيتش ان انا شغل الشوية من فوق وبعد كده سيته لما اخد لون لو انت حاسة اللي هو ما اخدش اللون الحلو من فوق شغل على الشوية بس خلي بالك عشان ما ينحرقش منك عشان هيتلاحف معاك بكل ايه سهولة خالص عشان هو فيه فيه لبن وسمنع مع الحرارة هيتحرق معاك او هياخد لون معاك بسرعة طلعت بقى ودته بخة كده من المية وبعد كده غطيت عشان كنت عايزة تطري معايا لو انت عايزة بقى اللي هو ما يكونش تطري ويبقى مثلا حمص حمص حبة ان انت ما تبخوش ولا تغطيه من قول ما يطلع من الفرن شايفين بقى الجمال مع احلى واجمل اي حاجة تغميسة انت حبها انا كان بالنسبة لك ببيت الشاي وكان كده امر قوي طبعا هو بتقدم مع الفول او العتس شايفين بقى الجمال قدي ا ايه حلو جميل قوي جربيو ان شاء الله يعجبك كنت معاكم فرح الطاب يارب تكون تراتي عجبتكم ما تنسيش تنعمل بلايك وشيل الفيديو مع اصحابك عشان الكنات البربجو حلوين جربيو بالهنة وقت ثمان السلام عليكم